ماذا يا دكتور الله يسلمك الإسلام يجب ما قبله هسا كل هال هذول تعين هالمعارضة وصحيجة هالعرب معلكين الشماعة على إيران أي والله لو ما في إيران يا دكتور أي والله لأقول لك والله والبيت اللي بناء الله لو ما في إيران ليلاكوا شماعة يعلكوا وتخاذلهم وخيانتهم عليها يا جماعة الخيري أهل لبنان والشمال في لبنان شركاء معنا في الدم شركاء 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 في الدم يا عرب دشروكوا من التسحيج للأنظمة شو ما بقول النظام تابعتهم النظام تابعتهم أصلا ما هم طبع مع إيران ولو سفرات في كل دولة في إيران في الأردن في سفرة لإيران في مصر في سفرة لإيران والتم الضباط اللي عندشم والأنظمة اللي عندشم تضحك عليشم بتشفيشم غباء غباء هذا اسمه غباء إخواننا الشيعة بدعمونا وللأسف الشديد ياختي أنا سني أنا في النصف فلسطين بتعرفي أني في الضفة الغربية أنا سني وبفتخر أني مسلم وسني ولكن ولكن ها اللي بكلك بشوفش شي وبغطينا عينيتهم إحنا اللي شايفينه ياختي الشيعة واقفين معنا والسني واقفين مع الاحتلال عينك عينك واقفين مع الاحتلال بدون أي بدون يعني بدون من سيد اسحاب يعني ما فينا نحن ما فينا نشمل صراحة بحديثنا اليوم ولو كان الشعوب بكل أحوال هي لا تستطيع أن تتخذ أي قرارات ولكن بالنسبة للحكام هؤلاء الحكام قد يكون يعني مغلوب على أمرهم قد تكون كما تحدث يعني أمريكا قامت بالتخطيط منذ الأذل بحيث أنها تستقطب هؤلاء بطريقة تضغط عليهم يعني هم قادرون بصراحة أنت تتقاتل مع العالم بأكمله الموضوع ليس بها البساطة يعني طيب تمع ما هو ياخيتي يا دكتورة أنا لما نحتي لما نحتي مش يعني لما نقول الشعوب كل واحد كل واحد بلاكي هذا الثوب على مكاس وبيلبسه الحر ما بذلك من حتي يا دكتورة يا دكتورة إيران إيران زيها زي أي شريف بدعم المكاومة وإيران بتدعم المكاومة عينك عينك سيد الشهاب بخصوص إيران سيد الشهاب يعني الحديث معك بالنسبة إيران رح يكون فيه أريحية أكثر لأنه أنت من ضيوفي من زمان حتى من قبل الحرب الحالية على غزة سيد الشهاب ولكن إيران كان لهذا السؤال فقط موجه لسيد الشهاب أنا ما رح أوجه لأي ضيف بصراحة يعني أنا بحاول أنتقي أسئلتي لأشخاص معينين مش لكل الأشخاص إيران كان لديها تحركات ووجود خاطئ في الدول العربية لذلك يعني هي عما حط فتنة بين العرب اليوم نرى مشاهد مؤيدة لإسرائيل بكل وقاح بصراحة فقط لأنهم يرون أن إيران تدعم المقاومة الفلسطينية رغم أن المقاومة أنا تحدثت مطولاً مع ضيوفي قالت في بداية 7 أكتوبر طوفان الأقصى أن هذه العملية هي بتخطيط وتنفيذ فلسطيني بالضبط هذا يا دكتورة أنا أبدأ أقول لك هالكيتي اللي بيّن اللي بيّن بعد 7 أكتوبر هذا طوفان الأقصى أنا حوالت أطصل على الكادي في غزة والله ما بمسع يعني بجوز للنقطة هي أنه يغيروا من طوفان الأقصى للطوفان الكاشف برضو يا خيتي يا دكتورة اللي صار في سوريا لما المال الخليج مال الخليج وإسرائيل وأميركا دخلت دخلت في المعارضة برضو ما حهم حق يدافع عن حقه معلش سيد الشعب معلش دكتورة أنا بصراءة أبعطي إذا بتريد أنت بتعرف أنا الشأن السوري ما رح أقحمه لأنه عفوا أقحم الشأن السوري هو بغضي متطلبات الصهيونية اليوم وهذا الشيء أنا شخصياً مدركته تماماً أتمنى أن المشاهدين يدركوا بكل أحوال توجهاتنا السيازية بتغلب على إرادتنا وعن الشئ الصحيح يلي نحن منعرفه ولكن سيد الشهاب إيران هناك ضيوف عم يطلعون مش من الجنسية السورية بصراحة هنن معارضين لإيران وعما يحملوا إيران كشماعة من خلالها بأيدو إسرائيل بصراحة الموضوع خطير مش بسيط أبداً بالضبط أنا يا دكتورة أول ما طلعت أول جملة حكيتها الإسلام يجب ما قبله إنسى الماضي هلكيت إحنا في الحاضر عنا كيان عنا كيان مغتصب أرضنا قاتل أطفالنا ونسائنا وشوخنا وذاب إحنا كان في الضفة الغربية أو في غزة ولكن في غزة شلال مش موقف شلال الدم وهي أخوتنا في لبنان أخوتنا في لبنان هلكيت مش بس مساندي هلكيت شركاءنا في الدم يا خيتي أنوار يا نورال يا دكتورة الله يسلمك يا رب فعيب عليهم عيب عيب يظلوا هالشماعة وشيعة وسنة وسنة وشيعة طب أنت يا أبي السنة وشيعة منتك كاعدة بتدفر في الله وفي محمد هلكيت فطنت للصحابة وست نعيش رضي الله عنها أيستوا عدم بيشفة هالخزعبلات تبعت علماء السلاطين هذول المرتزكة اللي حللوا جهاد النكاح في سوريا وحرموا الجهاد في فلسطين سيد شعب سلنا دكتورة ضروري هذه سيد شعب سيد شعب صدقني يا خيتي سيد شعب سيد شعب سيد شعب صدقني سيد شعب سيد شعب صدقني أو ما شابه ذلك لذلك نحن بحاجة أن نكون أوعم للأشخاص يلي بحاولوا يستفزونا الصح واضح كثير منيح والغلط كثير واضح منيح شكرا شكرا